خلينا بقى نروح لترند عالمي انتشر امبارح على مواقع التواصل الاجتماعي وهو مقطع لمحاولة تحرش بنادلها ولكنها فشلت وكان تمنها غالي جدا 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 دفعوا المتحرشين ليه بقى؟ لأن الفتاة كانت أو هي بطل تايكوندو زي ما احنا كده هنشوف قدامنا في الفيديو زي ما احنا هو زي ما انتو شايفين حاول ان هو يتحرش بيها يعني لقنت الاثنين درس لن ينسى يعني اهو حاول يضربها بالكرسي قضت عليهم قالي نفسي بس اقول حاجة لكل الامهات وبالاخص الامهات لان هم بيهتموا جدا بموضوع تدريب الاولادهم يعني علموا بناتكم ان هم يدفعوا عن نفسهم يعني علموا البنات رياضة سواء بقى كاراتي تايكوندو تدفع عن نفسها من اي متحرش ما عندوش دم او من اي واحد هيحاول ان هو يعني يتعدى عليها بالضرب الايهانة لازم البنات تتعلم رياضة بجانب طبعا السباحة بجانب الجنباز ايا كان ايه بقى الرياضة اللي هي بتمارسها ولكن لازم يكون فيه لعبة قتالية تدفع بيها عن نفسها يعني البنت دي لو ما كانتش بطلة تايكوندو كان زمانها دلوقتي مثلا الاتنين ضربوها وكان قاذوها نفسيا وقاذوها بدنيا فدي حاجة مهمة جدا يعني ده بيأكد كمان فايدة انه البنت تحديدا تمارس رياضة تدافع بيها عن نفسها ضد بقى المتحرشين ضد المعتدين فانا حقيقي سعيدة وانا بتفرج عن يعني سعيدة حاسة انها كده يعني فشل غليلي انا وبنات كتير بصراحة ان هي حد يعتذي عليها سواء بالتحرش او بالاهانة او بالضرب فهي ده دفعت عن نفسها على طول دفعت عن نفسها ولقنتهم درس لن ينسى ابدا